ماشي مبارح كلمت حضراتكم عن الاعلان المهم اللي اعلنته مجموعة العربي لتجارة الاجهزة الكهربائية والاعلان ده الحقيقة لا علاقة به زي ما اقولت لكم مبارح كده تفكير خارج الصندوق وطول الوقت محاولة اضافة الجديد الى السوق المصري وتعظيم الامكانيات والمقاومات اللي موجودة في السوق المصري عن طريق الاتفاق اللي تم هذه المرة مع مجموعة شارب العملاقة في صناعة التلفزيون والشاشات التلفزيون اللي بتحتل رقم واحد على مستوى العالم كتسويق وبيع للشاشات وان شركة العربي وقعت مع شركة شارب اليابانية تصنيع الشاشات التلفزيون في مصانع العربي في مصر ونقل كافة الخبرات اللازمة في مجال التكنولوجيا الحديثة لتصنيع الشاشات واكد المهندس محمد محمود العربي الرئيس تنفيذي لمجموعة العربي ان العلاقات بين مجموعة العربي وشارب اليابانية علاقات متميزة وشهدت نجاحات كبيرة كما احدثت طفرة غير مسبوقة في السوق المحلية للجودة والتكنولوجيا المتطورة التي تتميز بها دائما منتجات شارب اليابانية اللي استطاعت الحفاظ على صدريتها للعاب السادس عشر على التوالي في اليابان وفي اطار سعي مجموعة العربي لنقل التكنولوجيا وتوطين صناعتها في مصر حققت بدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية التسعة مراكز الاولى على مستوى الجمهورية في امتحانات شهادات الدبلومات الفنية لعام 2021 وعبر الطلاب طبعا عن ساعدتهم الكبيرة بتحقيق المراكز الاولى وقالوا ان دخول مدرسة العربي كان بهدف الدراسة العملية وحصول على شهادة مصرية معتمدة ومؤهلة بشكل احترافي لسوق العمل